السلام عليكم و الله يسعد أوقاتكم عمر البطارية على أجهزة اللابتوب اللي شغالة بنظام لينوكس هو واحدة من أكبر المشاكل اللي بتواجهنا بشكل يومي فإذا ما قارننا عمر البطارية للابتوب معين على نظام التشغيل ويندوز وبعدين انتقلنا لنظام لينوكس راح نشوف الفرق من الأرض للسماء طيب خلينا أول شي نشوف شو سبب هاي المشكلة هل المشكلة هي بالأساس من لينوكس ولا من ويندوز ولا من طرف ثالث بالواقع المشكلة هي من الطرف الثالث ألا وهو الشركات المصنية على اللابتوب لأنه هاي الشركات بالأساس هي في بينها وبين ويندوز تعاون فالدرايفرات وقت اللي بتكتبها بتكون الدرايفرات مصممة لويندوز فمن شان هيك بيكون في توافق وانسجام بين الهاردوير والسوفتوير في حين انه لينوكس باعتباره نظام مطور من قبل المجتمع من قبل الكميونيتي فأنا ما في عندي شركة ورا حتى وقت اللي بلاقي كمبيوترات أو لابتوبات بتيجي من المصنع مع لينوكس على سبيل المثال أجهزة سيستم سابنتي سيكس أو سليم بوك فهي الشركات بالعادة وقت اللي بتعمل عملية فهي بتركز على الأداء أكتر ما تركز على عمر البطارية هي بيهمها أنه تقدم لك جهاز بأداء عالي وعمر البطارية أي بيجي شيء ثانوي لكن باعتبار أنه لينوكس هو نظام مفتوح ومفتوح النصدر وأي واحد ممكن أنه يعدل عليه والمشكلة ما لها موجودة بالكيرنل لأنه الكيرنل أو النواة يعني في عندها إمكانية أنه تتعامل مع عمر البطارية بشكل جيد بس بنرجع لنقطة أنه التوزيعات بنفسها يعني ما لها شغال الشغل الصح بعملية تعطي أفضل أداء لعمر البطارية لكن الحلول بسيطة فممكن أنت بخطوطين ثلاثة اللي رح نشوفها أنك تحل مشكلة البطارية هلأ خلينا أول شي نشوف شو هي الخطوات اللي بدك تعملها ما قبل أنك تنزل أي سوفتوير إضافي وبعدين منشوف شو هي البرامج اللي رح نجربها طبعا هاي الأشياء اللي رح أحكيها يعني من البديهيات بس ممكن أنه بعض الناس ما تنتبه لهيك أمور طيب أنت إذا ما كنت بتستخدم البلوتوث فلازم أنك تطفي البلوتوث لأنه أي أي جهاز أو أي سيرفيس أي خدمة شغالة على جهازك فهي رح تاخد من عمر البطارية فإذا قلنا البلوتوث إذا ما عم تستخدمه بتطفي البلوتوث خدمات الموقع الجغرافي إذا ما لك عم ما لك تستخدمها كمان لازم أنك تطفيها قل لك أنك تطفي الواي فاي هذا الكلام يعني أكيد مو منطقي لأنه نحن 99% من حياتنا عايشينها متصلين بالإنترنت فإنك تطفي الواي فاي أكيد ما له حل بس إذا ما عم لك تستخدم الواي فاي تطفي إذا إذا عندك أي أجهزة USB متصلة بجهازك وما لك عم لك تستخدمها كمان سحبها لأنها هاي رح تأثر على عمر البطارية واحدة من النقاط المهمة إذا كان كمبيوترك في عليه SSD اللي هو Solid State وفي عليه H وفي عليه الأرس الصلب العادي فإذا كان بإمكانك أنك تنزل النصام على Solid State فهذا أفضل لأنه ما في عندك أي قرص ميكانيكي عماله يدور وياخد من عمر البطارية فكل هاي الأمور يعني هي من البديهيات وكلها إذا جمعتها مع بعض رح تساهم بشكل كبير أنك توفر بعمر البطارية نقطة تانية دقة سطوع الشاشة لا تخليها على المية بالمية حطوا على الخمسين بالمية حطوا على أربعين بالمية يعني المقدار اللي بيناسبك بحيث أنك تكون قادر أنك تقرأ محتوى الشاشة بشكل صح فلا تحطوا على المية بالمية لأنه كمان الشاشة يعني أكيد رح تاخد أكبر قدر ممكن من البطارية هاي بالنسبة للأمور البديهيات اللي ما بدها أي سوفتوير هلأ بالنسبة للسوفتوير رح شوف برنامجين أو ثلاثة بيعتمدوا هذول البرامج ما لهم مرتبطين بأي توسيع بيشتغلوا على كافة التوسيعات باستثناء برنامج واحد مبارح كان شغال على أرتش واليوم ما عاد اشتغال على ما يبدو أنه صار فيه تحديث للبرنامج فما عاد اشتغال على أرتش ولكن على أوبونتو ومشتقاتها وديبيان أكيد رح يكون البرنامج شغال لأنه هو مطور بالأساس من قبل فريق أو شركة سليم بوك اللي بتصنع كوميوترات وفي عندها نظام خاص فيها هذا النظام مبني على أوبونتو فإذا في عندي ثلاث برامج ما في داعي أني استخدم الثلاثة مع بعض ولكن أنا عملت مجموعة من التجارب لحتى شوف شو الفرق بيناتهم وشو شو ممكن استفيد إذا عملت عملية الدمج بين برنامجين أو ثلاثة النقطة الأهم قبل منشوف البرامج هي إذا كان كومبيوترك أو اللابتوب في عليه كارت شاشة انفيديا فمن الضروري جدا إنك تكون منزل تعريفات انفيديا بآخر إصدارها وإذا ما كنت عمالك تستخدم الكمبيوتر بالوقت الحالي لحتى أنك تلعب يعني ما عمالك تستخدمه كجيمينج أو ما عمالك تعمل عملية عمالك تعمل تحرير فيديو أو من هلأمور فلازم مع الرغم من أنك منزل تعريفات انفيديا المغلقة وليست مفتوحة المصدر بالرغم من أنك منزل هاي التعريفات لازم أنك تكون عمالك تستخدم كرت الشاشة المدمج مع انتل لأنه كرت الشاشة هو واحد من أكثر الأمور اللي بتستهلك بطارية فإذا بالاعتماد على التوزيع اللي عندك أنت بعد ما تنزل تعريفات انفيديا أكيد رح يكون في عندك رح تنزل معها الانفيديا سيتينجز فبالانفيديا سيتينجز رح نشوف أنه أنت بدك تشوف الطريقة اللي بتخليك أنك تعطل كرت الشاشة مثلا في حالة Arch Linux في عندي برنامج اسمه Optimus Manager باستخدام Optimus Manager بيسمح لي أني غير من كرت الشاشة المدمج أو للمنفصل أو أني أخذ وضع الهايبريد بالنسبة لأوبونتو وديبيان ومشتقاتها كمان في عندي برامج بتسمح لي أني استخدم كرت الشاشة المدمج بدون المنفصل فأول الشي مثل ما حكينا كرت الشاشة لازم يكون إذا كان انفيديا التعريفات محدثة وإذا ما عمالك تستخدم أي ألعاب تكون عمالك تستخدم الكرت الداخلي بالنسبة للبرامج رح نشوف البرنامج الأول اللي رح نحكي عنه هو TLP TLP هو واحد من أكتر البرامج اللي الناس بتعرفها وبتحكي عنها وقت اللي بيجي الموضوع لتوفير البطارية كل ما عليك إنك تعمل إنك تنزل البرنامج سواء كان على إذا جينا على TLP إذا جيت على installation طبعاً كل الروابط رح تكون موجودة بسندوق الوصف فرح شوف إنه TLP موجود على Arch موجود على Debian موجود على Fedora موجود على Ubuntu فهو موجود على كافة التوزيعات فأنت بتختار التوزيع اللي بتناسبك لنقول Ubuntu ومشتقاتها Zorin Pub OS Mint كل هاي التوزيعات بتشوف إنه كيف بدك تنزل TLP فأنا شايف مثلاً بحالة Ubuntu بيجي بفتح Terminal وبضيف Repo اللي هو PPA الخاص بالTLP بعمله عملية Sudo Add App Repo الPPA والاسم المعين هاد التعليمي الأولى بعدين بعمل عملية تحديث للRepos وبعدين بيجي لل Installation وبنزلها بالطريقة العادية بنزل TLP Sudo App Install TLP TLP RDW هاد لحتى كمان يتحكم بالWi-Fi والبلوتوث بس هي الحزمة الأولى لحالها كافية هاد في حال كنت على Ubuntu في حال كنا على Arch مثلاً فهو موجود بالمستودعات الرسمية ما في عندي غير إني قل له Sudo Pacman S TLP TLP RDW هاد بالنسبة لأوبونتو Debian و Arch ومشتقاتها بعد ما نزل هاد البرنامج بفتح Terminal وبفعل الخدمة بقل له Sudo System CTL Enable وبقل له TLP Dot Service بفعل هاي الخدمة بعدين أما بعمل بعد ما فعلها بعد بدل ال-Enable بستبدلها ب-Start أو بعمل إعادة تشغيل للكمبيوتر لحتى تشتغيل وما في داعي أني أعمل أي شيء تاني طبعا هاي هذا البرنامج كيف بتعامل معه هذا البرنامج هو عبارة عن برنامج ال-Configuration File لازم أني أكتبه ولكن لحسنا الحظ أنه في عندي واجهة رسومية خاصة بالبرنامج فإذا جينا دورنا على اسمها TLPUI فهي موجودة على ال-GitHub كمان بال-GitHub رح شوف كيف ممكن أني نزلها رح يكون موجود عندي خطوات التنزيل بالنسبة إذا كان بدي أبنيها مباشرة من السورس باستخدام Python فرح أشوف عندي عمليات البناء بالنسبة لـ وابونتو في عندي الخطوات وبالنسبة لـ موجودة عندي الخطوات فمسلا إذا أشينا على ديبيان رح شوف شو هي الخطوات بالنسبة لأوبونتو رح يقل لي أنه ضيف كمان PPA Repo وبعدين نزلها بالنسبة لـ فهي موجودة على AUR فبتقل له paru أو yay dash s TLPUI وبتنزل بعد ما نزلناها سواء كان على ديبيان أو على على ARCH فبتقل له بتفتحها TLPUI وبهذا الواجهة ممكن أنك تعدل كافة أي شيء بيخطر على بالك فمثل ما اللي شايف أنه عندي الميزة مفاعلة بعدين إذا بدي يغير بإعدادات الصوت بدي يغير بإعدادات الأقراص بدي يغير بإعدادات الـ لإعدادات اللي بتناسبني بس هي بشكل افتراضي يعني بدون ما تعمل أي إعدادات بتعطيك نتيجة ممتازة جدا هاي بالنسبة للأدات الأولى بالنسبة للأدات الثانية اللي هي أفضل من TLP بحد ذاتها اللي اسمها Auto CPU Freak هاي الأدات يعني كمان شغل وإنسى اللي بتعمله هاي الأدات إنه بتغير تردد المعالج بالاعتماد على الحالة اللي اللابتوب موجود فيها فلحتى اللي بيصير إنه اللابتوب أو الكمبيوت أو النظام بشكل افتراضي وقت اللي بتشغله بيكون آخذ حالة المعالج القصوى التردد الأعظمي لحتى يعطيك أفضل أداء بس بكيرنل لينوكس أنا في عندي نوعين من الحالات اللي خاصة بالمعالج هذا الكلام بينطبئ من معالجات إنتل من الجيل الثاني لغاية اليوم في عندي حالتين في عندي حالة البرفورمس وفي عندي حالة الباور سيف فأنا بشكل طبيعي رح يكون شغال على وضع البرفورمس فأنا بعد ما نزل هاي الأدات كمان هي على أورتش موجودة بالأي و آر بالنسبة لديبيان وأوبونتو ممكن أني نزلها عن طريق اللي سناب على أوبونتو إذا كنت بتستخدم اللي سناب إذا ما بدك تستخدم اللي سناب ممكن إنك تبنيها من المصدر فهي عملية بغاية البساطة إنك تبنيها من المصدر وإذا في عندك توزيعات تانية كمان بتشوف على الجيت هاب كيف طريقة التنزيل والطريقة الأبسط هي إنك تنزلها عن طريق اللي سناب بس إذا كنت بتكره اللي سناب في عندك بدائل إما إنك تبنيها فإذا جينا مثل ما لي شايف إنه أول شي بعمله كلون للريبو وبعدين بروح للمكان اللي عملت اللي كلون فيه وبقل له Auto CPU Freak Dash Installer وبينزل البرنامج بكل بساطة هلا إذا كنت على Ubuntu أو على Debian أو على أي توزيع تانية مع عدى Arch بعد ما تنزل البرنامج رح تجي وتقل له بعد ما ننزل البرنامج لازم أني شغله فرح قل له فبقل له سودو Auto CPU Freak Dash Dash Install وبتخلص القصة إذا كنت على Arch أو على على منجاره والمشتقات فرح نفعلها عن طريق السيستم دي فرح قل له سودو System CTL Enable Auto Dash CPU Freak Dot Service هاي بالنسبة لArch ومشتقاتها بالنسبة لDebian وأبونتو فهي Auto CPU Freak Dash Dash Install وبتعمل إعادة تشغيل للكميوتر هلا بعد ما نزلناها إذا قلت له Sudo Auto CPU Freak Dash Dash Stats رح شوف انه هو بتحدث كل 5 ثواني هلا متل ما اللي شايف انه البطارية عمالها تشحن هون كاتبلي Charging وبعدين عندي Settings هو حاطت لي ها على Performance لأنه أنا هلا واصل الشاحن وعمالي يسجل الشاشة وشايف انه عاطيني قديش عماله يستهلك من الكمبيوتر قديش الكمبيوتر يوزج استهلاك الكمبيوتر او استخدام الكمبيوتر وكمان شايف انه حاطت لي Turbo Boost هلا من شوي كانت On هلا صارت Off يعني هو هذا البرنامج لحاله بيحدد شو هي حالة الجهاز وبيغير هلا لو شلت الشاحن رح شوف انه غير لي وضع البطارية من الشاحن للتفريق صار Discharging ومباشرة غير لي Power Mode غير لي من Performance وغير لي ها Power Save وبالنسبة للبوست بلساها Off بس انه شوي كانت On هلا هي عماله يستهلك اكتر لانه انا في عندي عمالي يسجل شاشة على OBS وفي عندي كرت شاشة Nvidia فعندي الاستهلاك عالي بس مع هدول النقطين اللي انا عملتهم اللي عملته اول شي نزلت ويندوز على هذا غلت فيديو عن طريق المتصفح البينج او على البينج لاني ما عملت اي تعديلات على الجهاز عن طريق الواي فاي وكنت حاطت الشاشة على 50% شفت قديش استهلك وقت طبعا كله من شحن 100% شفت قديش اخذ وقت لحتى تفضل بطارية للصفر او لحتى يطفي الكميوتر اخذ بحدود الـ 3 ساعات 3 ساعات على اللابتوب اللي عندي لانو البطارية عمرها بحدود الـ 5 سنين بعدين نزلت توزيعة لينوكس توزيعة اكس ما عملت عليها اي تعديلات وما نزلت تعريفات انفيديا وما نزلت اي برنامج من اللي شفناها البطارية فضيت باقل من ساعة بعدين نزلت البرنامج الاول اللي هو TLP نزلت تعريفات انفيديا وفعلت كرت الشاشة المدمج وليس كرت انفيديا لاني ما عملت اي العاب البطارية تقريبا فضيت بحدود الساعتين هاد كان اول مقياس المقياس التاني نزلت الاوتو سي بيو فريك كمان كان في عندي الواي فاي شغال والشاشة على 50% وشغلت نفس الفيديو بكروميوم البطارية كمان قعدت اكثر بشوي قعدت بحدود الساعتين انا اكسبت ضعف عمر البطارية كل اللي عملته بس اني نزلت هالبرنامجين ونزلت تعريفات انفيديا اكسبت ضعف عمر البطارية الخطوة الثالثة اني نزلت البرنامجين مع بعض نزلت الـ TLP ونزلت الـ Auto CPU فريك وشغلتهم مع بعض كمان البطارية 100% الجاشة على 50% شغلت نفس الفيديو البطارية قعدت ساعتين واربعين دقيقة صح انا ما وصلت لنفس العمر اللي كان موجود على ويندوز بس من خمسين دقيقة لساعتين واربعين دقيقة يعني فرق من الأرض للسماء فهذا بيدل على انه عمر البطارية ممكن اني حسنه بشكل كبير ما في داعي ان يقول انا ما رح استخدم لينوكس لانه عمر البطارية سيء حكيت انه في عنا برنامج تالت البرنامج على arch ما اشتغل ولكن البرنامج اللي هو سليم بوك باتري هذا البرنامج على وبونتو هاي اذا شفته هو موجود على الجيت هاب فهذا البرنامج بيعطيني ثلاث اوضاع للبطارية بيعطيني وضع الانرجي سيفينج بيعطيني وضع البالانس اللي هو الانسب بالنسبة لأغلب الناس وفي عندي وضع الماكسيموم تيرفورمانس اذا كنت بدك تلعب اذا كان في عندك اي برنامج بيتطلب منك انك تكون مشغل يكون في عندك الاداء فتحطه على وضع الماكسيموم باور كمان بتشغله وبتنساه هذا البرنامج على وبونتو مباشرة بتنزله عن طريق البي بي اي بتضيف بي بي اي وبتنزله مثل اي برنامج تاني وبتشغله على ارتش مثل ما حكيت هو موجود على اي و ار بس بتوقع انه في اوب ديت عمل فما عاد اشتغل البرنامج جربتم بارح كان شغال اليوم ما اشتغل فخلينا نبعد عن هات البرنامج بس هو بالاساس بيستخدم نفس التكنولوجي هو بيستخدم التيل بي بيستخدم الاتش دي بارام بيستخدم الدي ام اي دي كود لحتى ياخد لمحة عن كل مواصفات او مكونات الجهاز ويعمل عملية فهذا كان كل شي بالنسبة لموضوع البطارية وكيف ممكن انه انحلها بنظام لينوكس اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر الاعجاب ولا تنسوا مشاركة المحتوى مع اصدقائكم وصحابكم بالنسبة لغير المشتركين الاشتراك بيانيلي الكثير وانا بنبسط كل ما بشوف ناس جديدة عمالها تجي وتستمتع بمحتوى اللينوكس اللي عماله اللي عمالنا نقدمه بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبأمان الله